أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامنيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إن آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقاتى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لوري الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واستبروا لعبادته رب السماوات والعبادته ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أخرج حياة أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم نحضرنهم حول جهنم جئيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي ينزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكعيم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قال إن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقور ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولين سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين أو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتبتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن ما جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جادوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الغزيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأن الذين في قلوبهم زيروا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بعياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقاتى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لوري الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا بسكم الضرو فإليه تجارون ثم إذا كشف الطرعاكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفسرون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالنفى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أتوارى من القوم من سوء ما بشرى به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يواخذرهم لاجل مسمى فإذا جاجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد رسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعيقام الصلاة وعيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتاسعون أفسكم وأنتم تتلون الكتاب أعفلا تعطلون واستعينوا بالصبر والصلاة أنها الكبيرة إلا على الخاشرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدْقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشع السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمجه والملائكة بالخيفة ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شهيد الرحال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيُومٍ تَشْخَصُ فِي الَّبُصَارُ مُهْطِعِينَ مُطَرِعِي رُّوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُمْ وَأَفِدَتُمْ وَأَنْغِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَنَا إِلَى أَجَلِهُ قَرِيبُ نُجِب دعوتك وَلَتَّبِعِ الرُّوسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا وَقَسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ وَسَكَمْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَمْ وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال فلا تحسب أن الله أخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو تقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشه مع علومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فاغلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم في ضوم حيث وفاض الناس فإذا قضيتم ملاسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيبوا مما كسبوا الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقا من بهيمة الأنعان فاكلوا منها وعطيه البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوهم وليطوفوا بالبيت العتيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وإلا الذين ظلموا منهم وقولوا وآمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتابا مبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأيهم من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرضا سخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن ما جعلنا حرمًا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من افترى على الله كذبًا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يكو شيئًا فوربك لنحشر النوم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيوم ثم شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم لنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هادثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا مدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيبا متخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترن أرسلنا الشياطين على الكافرين توزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما عسلناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث الغاشية أوجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أوجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزربي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خليقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمْ أَسَمْعِلْقُ مِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ وَمِنْ قُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهُ وَرَدِّهِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِهِ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَبِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَةِ وَمَهْلْهُمْ قَلِيلًا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا رُسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا رُسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثة الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ما الذي يخرج المرعى فاجعله غثى نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وأن يسرك للأسرا فذكره النفعة الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح ما تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك آزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذي نوت العل وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن نعنزلنا عليك الكتاب يسلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجلوا سمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقبر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماوات فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعالمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لو الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أننا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ألف لا ألف لا أمميم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فأم الذين في قلوبهم زيغوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إن آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولى الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا غيب فيه إن الله لا يخلف الميعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لوري الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزين الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار والفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي يحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إما لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يؤكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان سقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واستبر لعبادته وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان أولا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشر نحضرنهم والشياطين ثم نحضرنهم حول جهنم جثيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمّل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا إِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحَا طَبِيلًا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا واذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرَضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا رُسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا رُسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثا وطرفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علما سيكون منكم مرضى آخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عيد الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله غثى نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للأسرا فذكره النفعة الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها لا يحيا قد أفلح ما تزكى ذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم